موسيقى نقاش حول الأولويات ومنذ نقاش قدرنا الاجتماعات القناة كان عدد كبير من النقاط المدرجة في جدول العمال تقريبا 71 نقطة وكانت بعد الاجتماع الأول مع سيد رئيس الحكومة ومع النقابات الأكثر تمثيلية ومع أرباب العمل تقريبا 31 اجتماع ما بين القطاع الخاص والقطاع العام كانوا اجتماعات يعني فيها كل شي لقبت كلهم تنجمعهم في اجتماع واحد مع أرباب العمل وفي القطاع العام اللي كتعرفوا الدولة هي مشغيل وربما ستتكلم عليها سيدة الوزيرة وكان اجتماعات تنائية كذلك مع مختلف الفاعلين باش ندققوا الانتظارات ونحاولوا نوصلوا لمنهجية العمل والحمد لله الأسبوعين الأولين اللي كانوا في شهر مارس كتعرفوا اللقاء اللي كان مع سيدة رئيس الحكومة كان في اواخر شهر فبراير فالأسبوعين الأولين اللي كانوا في شهر مارس كانوا أسبوعين أساسيين وحاسمين باش نقدرون وضعوا المنهجية ديال العمل وكانت الفكرة ديال سيدة رئيس الحكومة هي أنه بالإضافة إلى اللجنتين اللي تيكونوا اللجنة اللي كانت تعنى بالقطاع العام واللجنة التي تعنى بالقطاع الخاص تزاد واحد للجنة خاصة بالمأساسة وبحل النزاعات المستعصية أخدا بالاعتبار أن المأساسة هي من المطالب يعني الكبرى عند النقابات والتي تتجاوز الضرفية اللي احنا فيها اليوم واللي كلها معروفة ومعروفين للهضعية ديالها كان عندنا واحد المتاق أخلاقي فهد المفاوضات ديال أو فهد الجولة ديال 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 الحوار الاجتماعي ما اتفقنا عليه بشكل صريح مع النقابات ومعروفة العمل باش ما نديروش واحد الجولة ديال الحوار الاجتماعي بني على المقايدة المخشانداج كنا غادي ندير واحد الجولة للحوار الاجتماعي بني ربما على المفاوضة وعلى استشراف المستقبل وان كل واحد يحط النية دياله الصافية ونشوفه فين غادي نوصله والحمد لله سيدير بيسر أولا وضعنا الحكومة وضعت بإيرادية كبيرة القضية ديال المؤسسة على طاولة الحوار وكلفني السيد رئيس الحكومة ومشيتشت للرؤساء دياله أو الأمناء العمين أو الزعماء ديال النقابات بثلاثة بالإضافة للرئيس ديال الكونفيدرالية الهامة للمقايدة المغرب باش نبلغوا هذه الرسالة هادي باش نقولهم انه باسم الحكومة راحنا عازمين كل عزم ان تكون المؤسسة من المستجدات الكبيرة في هاد الجولة ديال الحوار الاجتماعي بعد تفقنا كيفاش غدين نضمون فسنا كان نقاش كان اللي بغي يدير القانون كيفما تتعرفو كان توصيات ديال المجلس اقتصادي واجتماعي كتكلم على القانون الإطار وكان طبيعة الحال فكرة أخرى أو طرح آخر كيتكلم على واحد الميتاق بعد أخذين ورد ووزنا واحد ثلاثة الاجتماعات تقريبا وصلنا ولكن وصلنا بشكل جماعي على أنهم الاحسن بدوا بواحد الميتاق لي يلزم المتعاقدين في إطار هذا الميتاق بواحد العدد ديال الأمور ولكن بغينا واحد الميتاق من جيل جديد لان كنا نديرو غير فقط واحد الورقة وفيها التزامات وبعض البنود الميتاق قدرنا فيه جوج الأمور أساسية من ناحة الاتفاق اللي كان أولا خصي يكونوا تواريخ ويكونوا التزامات لكي نعرفوا رأسنا بعد غير فهد العامل اللي هو لهذا كيف شاهدين خدمه وأهم المستجدات اللي كان في الميتاق ديال الحوار الاجتماعي هي واحد المفهوم جديد اسمته السنة الاجتماعية اللي كانت بدأ في فاتح ماء وكانت تكمل في 30 أفريل شنو قلنا؟ من اللي قدرنا على المواضيع والمشاكيل قناه واحد عدد كبير ديال المشاكيل واقعين على المستوى الترابي هاد شركة سرحات العمال هنا كين واحد المشكل هنا كين واحد الإشكالية الى الاخير الى الاخير ونعرفتيش غادي نديره عنا العام فيه 12 الشهر والمغرب فيه 12 الجهة غادي نلزموا علينا على نفسنا انه تكون واحد مقاربة جهوية باش نفعلوا ذوك الاليات الجهوية اللي كان في القانون ديال مدوانات الشغل لجان الجهوية وذك شي وهنا غا تبدأ الخدمة ديالنا واش خدمة ديال بالصح واش كان الالتزام ديال الحكومة حقيقي الالتزام ديال ارباب العمل وهذا كيجاوب ضمنيا على واحد العدد الاسئلة ديالكم هل سوف يكونوا اعمال حقيقي وتطبيق لمختلف المختلفين اذا هاد الليدرشيب هاد الرياضة هي اللي سيد رئيس الحكومة جابيها وبرلغناها الاخوة والاخوات واتفقنا عليها من بعد عندنا جوج ديال الجوالات واحدة كتكون في افريل واحدة كتكون بشوتنبر راكم شطو البالاغ اللي سيد رئيس الحكومة البرحة لانه هادي ديال شوتنبر راحنا كنوجدو لها راجتمعنا البرحة مع استاد الوزراء اراها درنا اللي جان موضوعاتي ديال العمل يعني الخدمة ديال باش في جوان ملي سيد رئيس الحكومة بغي يجمع النقابات باش نوجدو الجولة ديال 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 شوتنبر نكون قطعنا شوت ولكن بواحد المضمون ماشي غادي نجيو باش نحطو للي رفنديكاسيون باش نحطو إذا بغيت نغير نبلغ لكم يعني الجولة داست فيه هاد النقاش واللي جعل انه اتقى وبلا من ربما انتنا نتكلمش بزا في الحكومة ولكن راح لدينا عدد ديال المشاكل في طريق الحمد لله من الخير كانوا واحد العدد الاشكاليات مستعصية في واحد عدد المقاولات فلاحية وصناعية وفي الخدمات وفي واحد عدد ديال الجهت كانت تصلوا بالوزراء بحسن نيازة كانت تشوفوا العمال او الولاد ذيك يديروا دوك اللجان كانت تشوفوا النقابات كانت تشوفوا ارباب العمل والحمد لله تحلك شي بواحد طريقة يعني ساليسة إذن هادشي كامل وفروا حل الجو ديال التقى مع النقابات الاكتر تمتيلية من بعد دزنا بطبيعة الحل لصياغة الاتفاق وصياغة المتاق المتاق باش نكن نشد عليه القوس درنا فيه مؤسستين اساسيتين بالإضافة السنة الاجتماعية باش كتعطينا واحد لغيتم كتعطينا واحد مصار واحد السيرورة واحد الالتزام حي تخصي الخدمة تخصي الخدمة ماشي اللقاء والمفاولات تخصي الخدمة الميدانية ودرنا جوجي الحوي جدرنا واحد المرصد وهذا المرصد بغينا نعطيه واحد طابع عملي باش يكون فيه تكامل معه التقرير اللي كيديروه مجلس اقتصادي والشماعي والبيئي هاد المرصد هدا غادي تكون فيه تمتيل النقابات في طبيعات الحالة راكلفناس إذا يصحوا ماش نوجود واحد الارضية بعدها في هذا المجل ونذكر فيها مع النقابات باش هاد المرصد سوف يرصودوا هلو شنو غادي يرصد انتو ما كتعرفو انه الاحصائيات كلها مليك تكون عند كده باش شي 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 تقرير فيها الاحصائيات الاحصائيات كتعاود ليك الوقع ديالشي حاجة الامباكت ولكن الحقيقة ديالك كي يعيشوا الناس واحد الازمة نفسية اجتماعية واحد الانسان فقد الخدمة هاتي ما تقدرش تلقها في استاتيستيك استاتيستيك غتقول لك والشوماج ولا ناشط كيفش يسميها تقلب على العمال ولا عاطل ولا كذا ولكن بغينا هاد التقرير يرصد يعني الطريقة باش عاشوا الفرقة في الميدان المفاوضات ديالهم الاضرابات كيفش نزعنا الفتيل ديال واحد العدد ديال البؤار ديال التوتور كيفش وقعت المفاوضات ما تكون الابطال الحقيقيين اللي كيكونوا على ارض ما تكون هاد المقاولة اللي درت واحد العمل المتميز ما تكون هاد النقابة اللي حاولات الاخرة وبغينا هاتش نكونوا في هادوك الجوالات الجهوية والاقليمية باش من اللي يجي العام ندروا تقرير ديالنا يكون كي يعكس واحد المجهود ميداني درناه ونخلقوه واحد ثقافة اللي النقابة كتتكلم فيها مع المقاولة والحكومة كتكون موجودة اشتركوا في القناة